انت يا سوري انت يا سوري انت مين انت شو انت من اصحاب المستجابين الدعوة نعم انت دعاء المسافر مستجاب ودعاء المرء المسلم الاخير بالغيب مستجاب ودعاء الصعب مستجاب ودعاء كذا كذا ودعاء السوري مستجاب نعم انشروها بكل مكان دعاء السوري ودعاء السورية مستجاب لانكم مظلومين احنا نعيش في عالم مجرم أهلات صدق والكلام والخدع والكلام اللي عليه ميك أب وعليه بودرة وعليه حومرة نحن نعيش في عالم مجرم نعم عالم يكب الطعام في وسط البحار وفي مجاعات عالم يقول لك حماية الإنسان وهو أحن إلى الحيوان أكرمكم الله بكثير من الإنسان نحن نعيش في عالم قول الحمد لله أنك سوري في بعض الأخوة قالوا لي يعني والله تعبنا الناس قولي سوري سوري وكي عمي أنا بشتريها منك أنا بشتريها أو بأجرها منك أني أقول أنا سوري رغم أن جزء من عائلتي سوريين مية بالمية رحم الله من عاش منهم ورحم الله من استشهد منهم في الغوطة فلذلك يا أحباب الله اعلم علم اليقين إنه ليستشهد في الزلزال نعم صاحب الهدم شهيد إكسبرس بسرعة إن شاء الله رسولهم الله إلى الجنة ونحن هنا نختبر بالسراء هم اختبارهم كان بالضراء وإرسال إلى الجنة إن شاء الله اعلم علم اليقين إن إبراهيم عليه السلام عندما قذف في النار نار شديدة رهيبة نار فيشس قوية ولكن الله سبحانه وتعالى أمرها أن تكون بردا وسلامة ولو كانت بردا لقتلته ولكن كانت بردا وسلامة فاللي أنتوا شايفين هم ماتوا تحت الأنقاض بإذن الله بردا وسلامة بإذن الله إكسبرس بسرعة إلى الجنة بإذن الله طبعا البعض يقول لك واحد يموت بهذه السيارة قد يكون عقاب أو قد يكون إلى الجنة على طول نعم هذا صحيح ولكن نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى إن من أخواننا أخواتنا المؤمنين المصلين الطيبين الغير مجرمين وغير خداعين وغير نهابين هذول بإذن الله سبحانه وتعالى ما تحتاجوا كلامي والله الصور تتكلم كثير هذول إن شاء الله إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى ولا نستطيع نقول إن فلان إلى النار هذه مو بإيدنا أبدا فلذلك اعلموا علم اليقين إن البرد وسلامة بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا الاختبار الشديد جدا اللهم عافينا ولا تبتلينا نجحت فيه بإذن الله سبحانه وتعالى وأيضا بإذن الله سبحانه وتعالى الأيام القادمة تقوّع علاقتكم بالله سبحانه وتعالى وتزيد ثقتكم بالله سبحانه وتعالى إنسيت كل شيء لا تنسوا أنكم مستجابين الدعوة بإذن الله ودعوة المنصور المظلوم رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول لا أنصرنك ولو بعد حين أكثر من الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم